عزيزي المشاهد ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل جرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في الحلقة الثالث والاربعون من تطبيق اللغة الفرنسية اي التكلم باللغة الفرنسية بسهولة اذا مشاهدين الكرام في هذا الدرس سأحاول انا وانت او انا وانتي تركيب جمل بطريقة بسيطة جدا يعني ستركبون انتم الجمل في هذا الدرس انتم من سيركبوا الجمل بطريقة بسيطة ستعلمون وايضا ستعرفون كيف تنطقون اللغة الفرنسية بسهولة اذا مشاهدين الكرام سأبدأ مثلا بانا اريد ان اتكلم عن نفسي انا مثلا سأقول انا في عطلة انا في عطلة العطلة اذا انا جملة الثانية ستركبونها انتم 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 يمكن أن نقول أنا في المنزل يعني أيضا في أعني أيضا في إذن مشاهدين الكرام سأعلمكم في هذه الدروس سأعلمكم كيف تضعون في كل حالة ما يناسبها إذن أنا في المنزل مثلا أنت وأنت أركب جملة وأكتب فيها أنا قلت لكم أنتم ستنادونني أو ستقولون لي إذن أكتبوا في ورقة أو أكتب في التعليق أو أكتب في شيء ما أو انطقها قل أنت في عطلة يعني أنا في عطلة إذن إذا أردنا أن نقول أنت في عطلة سنقول ومن أجاب بالصحيح فاليكتب نادا إي أنواقص نادا إي أنواقص يعني نادا في عطلة نادا إي أنواقص نادا في عطلة يعني ستعملنا هنا أل جسد إن Onun في عطلة ike أول من أجاب إذن أنا في عطلة أنت في عطلة هي في عطلة وإذا استعملنا نادا نهڈف هنا ونقولبح点 نادا في عطلة أو نادا هي في عطلة ولكن في لغة العربي التي استعملها إذن نقولون نادا في عطلة إذن je suis en vacances أنا في عطلة ولكن إذا أردنا أن نقول مثلا أنت جميل أو أنت جميلة أنت جميل أو أنت جميلة قلنا تُيه أنت أو أنت تُيه جميل بو جميلة بيل جميل بو جميلة بيل إذن بو وبال إذن بو جميل بال جميلة إذن سنركب جملة أنا وأنتم باستعمال بو وبال مثلا أنت ستقول لي أو أنت ستقولين لي أنت جميل أو ستقولون لنا مثلا أنت جميلة اكتبوا في التعليق أو في ورقة أو انطقها أو انطقيها انطقي الجملة ما هي أنت جميل أو ما هي أنت جميلة وأنا سأمسح هذا وسأكتب أنت جميلة تُيه بيل أنت جميلة إذن أخاطبك أنت أنت جميلة وإذا أردت أن أخاطب مثلا أنو مسكولا أو شخص مذكر نقول له بو أنت جميل إذن أنت جميلة أو أنت جميل ولكن إذا أردنا أن نقول أنت جميل جدا تري بو أعيدوا معي هذه الجملة انطقوها معي تُيه تري بيل تري بيل أنت جميلة جدا أنت جميلة جدا مثلا هذا الصباح أنت جميلة جدا هذا الصباح نكتب هذا س الصباح ماتن ماتن إذن أنت جميل هذا الصباح وإذا خاطبنا المؤنث إذن أنت لفمنا نقول بيل بيل تُيه تري بيل ce matin أنت جميلة هذا الصباح إذن قلنا تُيه أنت وإذا قلت جسوي تري بو جسوي تري بو يعني أنا جميل وإذا قالت ندا أو أنت أنت إذا كتبت جسوي تري بيل أي أنت جميلة يمكن أن تقول جسوي تري بيل ce matin أنا جميلة هذا الصباح أو يمكن أن تقول أنت جسوي تري بو ce matin انتقو معي بالنسبة للأنت يمكن أن تقول جسوي تري بيل ce matin جسوي تري بيل ce matin بالنسبة للمذكر يمكن أن يقول جسوي تري بو ce matin بس نكتبها لكي نستفيد جميعا جسوي تري بيل ce matin بالنسبة للفتاة بو جسوي تري بو ce matin أنا جميل بالنسبة للمذكر إذن يمكن أن تكتبوا في التعليق لكي أعرف مدى انتسجامكم ومدى تفاعلكم مع الفيديوهات اكتبوا دائما في التعليق الإجابات عندما أقول الإجابات اكتبها في التعليق أو اكتبها في ورقة لا يهم إن كانت لديك مذكرة وقلم فاكتب في مذكرة وقلم أو ينطق معي ضروري أن تنطق معي لكي تتعلم اللغة الفرنسية إذن قُلنا جو سوى تري بو سوforeiders أو جو سوى تري بөل سوforeiggers إذن هنا ت jejallamنا جو سوى en vacances تُوío اوі en vacances نادا او Teddy إِلَيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيَ reactive أو إذن يمكنكم أن تركبوا جمل أنا سأقول لكم مثلا ندا في إجازة وقد ذكرتها سابقا ندا في عطلة أو في إجازة ندا في عطلة أو في إجازة أكتب أو انطق كيف يمكن ترجمة ندا في إجازة كيف سنقول في اللغة الفرنسية ندا في إجازة ومن استطاع الترجمة ندا في إجازة مثلا أو في عطلة فليكتب في الترجمة ومن لم يستطيع فليكتب نان إذن ندا est en vacances ندا ندا est en vacances ش سي باران ندا est en vacances ش سي باران إذن ندا سنقول لها ولكن في اللغة العربية إذن نستعملوا ندا هي لأنها تعوض ندا كظامير en vacances في إجازة ش سي باران عند والديها ندا est en vacances درسناها سابقا في الجملة الأولى ولكن أضفنا ش سي باران ش سي باران إذا قلنا ش ش أي عندي ندا est en vacances ش أي عندي في منزلي ندا هي في عطلة عندي في منزلي وإذا قلنا ش ش أي ندا ذلك مثلا كظيف عندي مثلا أو كظيف عندي مثلا ستقول je suis en vacances سنكتوب je suis en vacances سنحدي فأي je suis en vacances شي تو أنا مثلا أنا في إجازة عندك أي مثلا أنت أو أنت تخاطبينني مثلا أو تخاطبين شخص آخر ستقول أنا je suis en vacances شي تو أو ستقول je suis en vacances شي تو أنا في إجازة عندك شي تو عندك شي moi عندي إذن je suis en vacances شي تو في آخر الدرس سأضع لكم جملتين ستقومون بترجمتهما وسأعطيكم ترجمتهما في الدرس القادم يعني سأعلمكم كيفية الترجمة وكيف تفكر مثلا إذا أردت أن تتكلم كيف تفكر وتنطق اللغة الفرنسية إذن je suis en vacances شي تو أنا في إجازة عندك سيدي يعني بكل بساطة وهنا نقرأ القاعدة بدون أن أقول لكم أن هناك قواعد في الآخر سأقول لكم القاعدة وستعرفون أن ذلك بسيط جدا القواعد نقرأها في المدارس كما لو أن رياديات يعني 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 بطريقة الرياديات لا لا يبسطونها ولا يحاول أن يتعاملوا معها بشكل بسيط ولكن أنا أحاول أن أبسط القواعد وأحاول أن أدمج القواعد في الجمل وأحاول أن أدمج القواعد في الحوارات ومن أراد مشاهدة جميع الفيديوهات مشاهدين الكرام فيكفيه الضغط على الروابط أصفل فيديو في خانة التعليق أو في خانة الوصف وسيشاهد جميع فيديوهات تعلم اللغة الفرنسية في ثلاثة أشهر أي برنامج تعلم اللغة الفرنسية في ثلاثة أشهر إذن هنا سأمر مثلا نريد أن نقول نحن مثلا سعادة مثلا نريد أن نقول نحن سعادة سنقول نصوم أغ مثلا لرؤيتك لرؤيتك أو لرؤيتك مرة أخرى دوفو غوووار نصوم أغ دوفو غوووار سنتكلم فقط عن نصوم أغ وبعد ذلك سنتكلم عن دوفو روووار نصوم heureux نحن إذا أرادنا أن نقول نحن نقول نصوم إذا أرادنا أن نقول أنتم نقول vous êtes وإذا أرادنا نقول لهم نقول إلسان 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 مثلا نحن نحن سعادة نصوم heureux نحن سعادة لرؤيتك مرة أخرى مثلا إذا نصوم أرادنا دوفو روووار إذا كنت أنت مؤنث وتريد أن تقول أنا سعيدة ستقول جسوي أرز جسوي أرز نحذف X ونضع S أ جسوي أرز إذا كنت أو كنت تريد أن تقول مثلا أنت سعيد ستقول تيئ أرز ولكن أنت سعيدة تيئ أرز وهكذا ذوالك إذا نصوم غ نحن سعادة لرؤيتك مرة أخرى نحن سعادة نصوم غ دوفو وووار لرؤيتك إذا حدفنا غ وإذا حدفنا غ يعني مرة أخرى غوووار رؤية مرة أخرى ولكن إذا قلنا غووار رؤية فقط مرة واحدة دوفو غوووار لرؤيتك مرة أخرى نصوم غوووار وإذا أردنا أن نقول مثلا أنتم إخوة وأخوات أنتم إخوة وأخوات أنتم أنتم سنقول وإذا أضفنا إذا أضفنا نصوم 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 في إجازة نصوم نسوم vous êtes كتابتو لكم vous êtes هنا vous êtes frère et soeur ils sont frère et soeur vous êtes إدن جسوه tu es ilen نسوم vous êtes ils sont هي la conjugaison du verbe être au présent سريف الفيال يكون في الحادر إدن هنا بسيط جدن سرحتو لكم بتاريق بسيط يمكنكم أن تركبوا جمل بهذه الطريقة البسيطة ستكتبون في التعليق أي ستقومون بترجمة قم بترجمة هذه الجملة أنا مريض أو أنت مريض يعني إذا قمت بترجمة هذه الجملتين إذن أنت تعلمت الدرس جيدا مريض تعني ملاذ مريض تعني ملاذ وسأ أضع لكم الجمل في التعليق سأضع لكم الجملتين في أول التعليق يعني أنتم ستجدون الجملتين مترجمتين في التعليق وأنتم أكتبوا من استطاع ترجمتها فليكتبها في التعليق أو في مذكرة أو فلينطقها إذن قلنا أنا جسوي وأنت توي إذن مشاهدين كرام أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو وأشكركم كثيرا على تعليقاتكم البناء والرائعة وأطلب ممن أراد تعلم لغة الفرنسية أن يدخل إلى برنامج تعلم لغة الفرنسية في ثلاث أشهر وذلك بالضغط على الروابط أسفل فيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق انزلي الآن وضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق لتتعلموا اللغة الفرنسية بسرعة وأيضا أطلب منكم مشاركة الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لتعم الفائدة لزكاة العلم تبليغ وشكرا لكم وإلى لقعين آخر في فيديو آخر إن شاء الله عزيزي المشاهد ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل جرس ليصلك كل جديد واضغط على جام وشكرا لكم